اعلن سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان عن أن نسبة التزام المنشآت بقرار حضر العمل تحت شعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة في شهري يوليو واغصص 2022 قد بلغت أكثر من 99.8% وأكد حميدان مخالفة 27 شركة ومؤسسة فقط فيما بلغ عدد العمال المخالفين 52 عاملا خلال فترة حضر العمل هذا العام وبمناسبة انتهاء فترة حضر العمل وقت الظاهرة لهذا العام أشهد حميدان بنسبة الالتزام العالي بهذا القرار والذي من شأن تعزيز الحماية للعمال في مواقع العمل وهما يعكس اهتمام أصحاب العمل بالجوانب الإنسانية تجاه العمال مشيرا إلى مساهمة القرار في تنامي مؤشر الحفاظ على سلامة وصحة القوى العاملة في ظل منظومة تشريعات وطنية تخضع للمراجعات والتحديث المستمر ما يتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية الدولية للسلامة والصحة المهنية وأعرب سعادة وزير العمل عن شكره لجميع أصحاب العمل الذين حرصوا على الالتزام بتطبيق القرار المذكور والذي أسهم في انخفاض عدد الإصابات الناتجة عن حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف الأخرى فضلا عن ارتفاع مستويات الإنتاجية للمنشآت من خلال تأمين ظروف العمل الملائمة وكانت وزارة العمل قد قامت بتسعة عشر ألفا وثمانمائة وأحدى وأربعين زيارة تفتيشية ضمن حملات التاكد من تطبيق القرار